امتحان علوم الصفة الثالثة الإعدادي التربية الأول محافظة كنة أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ألف أكمل ما يأتي واحد إذا كانت السرعة المنتظمة للسيارة هي 72 كم على الساعة فهذا يعني أن سرعتها تساوي بنقاط متر على السنية عشان نحول من كم على الساعة لمتر على السنية بضرف كام 5 على 18 72 فيه 18 تساوي 20 متر على السنية اثنين تتكون خيوط المغزل فيه الخلية الحيوانية من نقط صح الجسم المركزي طيب والنباتية من تكسف السيتوبلازم ثلاث تحتوي مجرد نقط على ملايين النجوم ومنها نجمة الشمس صح مجرد ضرب التبانة أربعة يستخدم طبيب الأسنان مرآة نقط أثناء الكشف مرآة مكعرة لتكوين سرعة مكبرة الأسناء باق استخرج الكلمة أو العبارة غير المنسبة من بين الكلمات أو العبارات التالية واحد كوة عجلة إزاحة زمن صح زمن طيب ايه رب بينهم كميات فيزيائية متجهة اثنين مساوية للجسم تقديرية مقلوبة معكست الوضع صح مقلوبة طيب ايه رب بينهم خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوي ثلاثة حبوب اللقاح البويضات الحيوانات المنوية الموتوك صح الموتوك طيب ايه رب بينهم أمشيج أو خلايا جنسية أربعة حققية مقلوبة مسغرة حققية مقلوبة مساوية للجسم حققية مقلوبة مكبرة تقديرية مقلوبة مساوية للجسم صح تقديرية مقلوبة مساوية للجسم طيب ارى بينهم خواس الصورة المتكونة باستخدام المرآة مكعرة والعدسة المحدبة جيم اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي إذا تحرك الكطار بصورة 40 متعة ثانية وعند استخدام الصائق للفرامل اكتسب الكطار عجلة منتظمة سالبة لمقدارها 8 متعة ثانية تربيع فإن الزمن اللازم لتوقف الكطار منذ بيت استخدام الفرامل هو نقاط 10 ثانية 5 ثانية 7 ثانية 6 ثانية سرعة تدائية 40 متعة ثانية العجلة بما أنها سالبة يبقى سالب 8 متعة ثانية تربيع السرعة النهائية 0 ليه؟ لأنه توقف يبقى الزمن بيساوي عن 2 ناقص عين واحدة على جي تساوي 0 ناقص 40 على سالب 8 سالب 40 على سالب 8 تساوي كام 5 ثانية أسؤال الثاني ألف اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي واحد يحدث انكسام نقط لتكوين الحيوانات المنوية ما يتوزي فيه الخصية ما يوزي فيه الخصية ما يتوزي فيه المبيض ما يوزي فيه المبيض صح ما يوزي فيه الخصية اتنين سرعة السيارة تقطع 200 متر خلال 5 ثانية هي 20 متر على السانية 40 متر على السانية 50 متر على السانية 30 متر على السانية السرعة بتساوي المسافة على الزمن 200 على 5 تساوي كام 40 متر على السانية ثلاثة مؤسس نقط هو العالم فريد هويل نظرية الانفجار العظيم النظرية الحديثة نظرية النجم العابر نظرية السديم صح النظرية الحديثة أربعة إذا بدأ جسم حركاته من السكون بعجلة منتظمة اتنين متر على السنة تربيع فإن سرعته النهائية بعد ثانيتين تساوي أربعة متر على السنة ستة متر على السنة تمانية متر على السنة عشر متر على السنة السرعة النهائية تساوي العجلة جيم في دلتا زي زائد عين واحد يعني تساوي اتنين في اتنين زائد صفر تساوي كام أربعة متر على السنة با ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارات الخطئة فيما يلي واحد تعتبر الكتلة كمية فيزيائية قياسية يبقى صحيحة اتنين أبسط أنواع الحركة هي الحركة في خط منحني يبقى خطأ اتجاه واحد في خط مستقيم تلاتة إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بعد تلاتة متر منها تكون المسافة بين صورته والمرآة ستة متر عبارة خطأ تلاتة متر أو المسافة بين صورته والجسم يبقى ستة متر أربعة تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام الميتوزي عبارة صحيحة جيم أنقل الشكل التالي إلى كراسة الإجابة ثم إرسم مصار الأشعة الساقطة من الجسم على العدسة بحيث نحصل على صورة الجسم ثم أكتب خواص الصورة المتكونة هنا الجسم على موضع أقل من البعد البؤري ستكون في نفس جهة الجسم يعني الصورة بتكون أبعد من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته شعاع بيسكت موازية المحور الأصلي ينكسم مارا بالبؤرة شعاع مار بالمركز البصري للعدسة ينفذ دون أن يعاني أي انكسار ستكون ايه هذه الامتدالات الأشعة المنكسرة خواص الصورة تقديرية معتدلة مكبرة السؤال الثالث ألف اكتب أبو مصطح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي واحد سرعة الجسم متحرك بالنسبة للمراكب ساكن السرعة النسبية اثنين يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات صح الكون ثلاث منطقة اتصال كروماتي داي الكروموسوم معا السنترومير أربعة الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على سطح العكس زاوية نكاس الشعاع الضوي بقى ادرس الأشكال الآتية ثم اكمل ما يأتي رقم واحد يمكن تصحيح عيب الإبصار الذي يمثلها الشكل رقم واحد باستخدام العدسة نقط طيب هنا الشكل الشخص مصاب بأسر النظر يبعى عدسة ايه؟ صح؟ مكعرة اتنين يصف الشكل رقم نقط حالة جسم ساكن صح؟ رقم ثلاث طيب الشكل اتنين ده عبارة عن سرعة منتظمة ثلاثة يمثل الشكل رقم اربعة الطور نقط صح؟ الطور الاستوائي لانقسمين الميتوزي اربعة الشعاع الضوية الساقط على المرآة المكعرة في الشكل رقم خمسة ينعكس مرا صح؟ بالبقرة جيم يوضح الشكل التالي احد الظواهر الحيوية ما اسم هذه الظاهرة وما هي اهميتها ظاهرة العبور الاهمية مصدر للتنوع الوراثي بين افراد النوع الواحد السؤال الرابع ألف اختر لكل عبارة من العمود با ما يناسبها من العمود ألف واحد التكاثر الخضري صح؟ رقم جيم يمكن ان تحدث في اجزاء النبات المختلفة بدون الحاجة الى بزور اتنين المرآة محدبة رقم ه توضع على يسار قائد السيارة ثلاث السرعة المنتزمة صح؟ رقم ألف يقطع فيها الجسم مسافات متساوية فيه ازمنه متساوية اربعة المجرات رقم باء تتكون عن طريق تجمع مجموعات من النجوم في الكون باء صوب ما تحتوي خط في العبارات التالية واحد العدسة هي وسط شفاف عاكس للضوء ومحدد بسطحين كريين كاسر للضوء اتنين عملية التلقيح يتم فيها اندماج المشيج مؤنس مع المشيج مذكر لتكوين الزيج عملية الإخصاب ثلاث العجلة هي حاصل ضرب سورة الجسم المتحرك في الزمن صح؟ المساف أربعة مركز تكور المرآة هي النقطة التي تتوسط السطح العاكس لمرآة كطب المرآة جيم بما تفسر يستخدم علماء الفيزياء وسائل الرياضيات مثل الرسوم البيانية والجداول الوصف الزواهر الفيزيائية بطريقة أسهل والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة